في حلقة اليوم إن شاء الله سنتكلم عن تعريف موجز لمقدمة الرسالة من أبي زيد القيرواني فالعقيدة هي الأصل فإذا غاب الأصل غاب الفرع فساد المجتمع هو من أشد أضرار هي بهذه العقيدة اختار السلطاء العالمين محمد الله رحمه الله عقيدة الشيخ ابن أبي زيد القيرواني التي ابتدأ بها رسالته لأن عقيدة سنية سلفية انتقل إلى بيان المقصد والهدف من تأليف هذه الرسالة رسال الله سبحانه وتعالى العليل العظيم يتغمدن وإن يحضر رحمته الواسعة ويجعلن ممن يسمعنا القول في التبينة أحسنا إنتاج المسلم الأمازيغي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الإنبياء إمام المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فنستأنف أيها الأخوة الأخوات الأفاضل والفضليات الحديث عن شرح مقدمة الإمام الأبي زيد القيرواني رحمه الله وتوقفنا في الحلقة الماضية عن النسبة بين أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فالنسبة بين هذه أنواع الثلاثة هذه أن يقال إن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مستلزمان لتوحيد الألوهية وتوحيد الألوهية متضمن لهما والمعنى أن من أقر بتوحيد الألوهية فإنه يكون مقرا بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات لأن من أقر بأن الله هو المعبود وحده لا شريك له فخصه بالعبادة ولم يجعله شريكا فيها لا يكون منكرا بأن الله هو الخالق الرازق المميت وأن له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلامة وأما من أقر بتوحيد الربوبية أو من أقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فإنه يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية وقد أقر كفار قريش الذين بعت فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوحيد الربوبية فلم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام بل قاتلهم عليه الصلاة والسلام حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار لإلزامهم بما يتضمنه وهو الإقرار بتوحيد الألوهية وأمثلة ذلك في القرآن الكريم كثيرة منها قول الله عز وجل أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَثْنَا بِهِ حَذَائِقَ ذَاثَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَيْلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمُ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَكُمْ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَيْلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُوا الْمُضْطَرَّ إِذَا ذَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءِ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَيْلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَّكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدْي رَحْمَتِهِ أَيْلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ تعالى الله عَمَّا يَشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبَدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالَرْضِ أَيْلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُ بَرْهَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ففي كل آية من هذه الآيات تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية فيقول في كل آية من هذه الآية الخمس عقب تقرير الربوبية أيلاهم مع الله والمعنى أن من تفرد بهذه الأفعال من الرزق والإحياء والإماتة والتصرف في الملك التي من فعال الله وحده لا شريك له يجب أن يخص بالعبادة وحده لا شريك له لأن من اختص بالخلق والإيجاد وغير من فعال الله يجب أن يخص بالعبادة وحده لا شريك له وكيف يعقل أن تكون المخلوقات التي كانت عدما وقد أوجدها الله كيف يعقل أن يكون لها نصيب من العبادة ويا مخلوقة لله ثم إنه لا بد لقبول العبادة والعمل الصالح من توفر شرطين وهذا نبى عليه العلماء بعد نظرهم في نصوص الشريعة من القرآن والسنة أحدهما أن يكون العمل لله خالصا والثاني أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أولا من تجريد الإخلاص لله وحده ولابد ثانيا من تجريد المثابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فلو وجد العمل مثلا مبنيا على سنة نبوية لكن فقد فيه شرط الإخلاص لا يقبل لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هذا في حال الكفار يوم القيامة ولو وجد العمل خالصا لله لكنه لم يبنى على سنة بل بني على بدعة محدثة فإنه مردود على صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لغض المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود مرفوض غير مقبول من صاحبه ولا يقال إن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن مبنيا على سنة وكان قصد صاحبه حسنا أنه محمود ونافع لصاحبه وما يدل على ذلك أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال للصحابي فلم يعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية لأنها دبحت قبل ابتداء وقت الدبح الذي يبدأ بعد صلاة العيد والحديث كما قلت في البخاري ومسلم قال الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه فتح الباري على صحبه خاري تعقبا على هذا الحديث قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع وفي سنن الدارمي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه وقف على أناس في المسجد متحلقين أي في حلق وبأيديهم حصى يقول أحدهم كبروا مئة أي يقول الله أكبر مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة أي يقول لا إله لله مئة مرة فيهللون مئة ويقول سبحوا مئة أي يقول سبحان الله مئة مرة فيسبحون مئة فقال منكرا عليهم رضي الله عنه ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلغ بعده وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدا من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خير قال وكم من مريد للخير لم يصبه أو كما قال رضي الله عنه فهذا الأثر فيه بيان فهم الصحابة رضوان الله عنهم لهذا الأصل العظيم الذي قرره الشارع الحكيم أن العمل لا بد فيه من موافقة الكتاب والسنة وموافقة الكتاب والسنة يكون بعد تجريد الإخلاص لله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وقال سبحانه وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولذلك أول ما يتكلم عنه العلماء والفقهاء في الأحكام الشرعية وفي العبادات هو مبحث النية أن تكون هذه العبادة نيتها صادق خالصة صادقة لوجه الله سبحانه وتعالى ثم يكون هذا العمل موافقا لصفة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لأن العلماء أجمعين اتفقوا لأنه لا يوجد من عوض الله حق عبادته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام يحث على هذا الأمر فقال صلوا كما رأيتموني أصلي وقال خذوا عني مناسككم فلا نعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا إله إلا الله فلا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى وأن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول أستفر الله لي ولكم ونستأنف في المحاضرة السابقة قواعد فيما يتعلق بتوحيد الأسماء الصفات فإلى ذلك الحين أصد الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم من كل خير آمين آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنتاج المسلم الأمازيغي